تعدد الزوجات تعدد الزوجات في الإسلام مباح لكن يجي راجل ويقوم عامل إيه وأنا بحكي قصص حقيقية يقوم متجوز صديقة مراته الروح بالروح 20 سنة يعني سبت ستات الدنيا وجيت في دي وبعدين يروح يسأل شيخ فالشيخ يقول له التعدد حلال وفعلا التعدد حلال بس الرحمة كسر الخواطر بالطريقة دي القسوة دي أنا أعرف راجل اتجوز الصديقة الحميمة لبناته فيه فرق يا جماعة فيه رحمة يعني إزاي تعمل كده طب والمرأة حصلها الأم وبناتها كسرة شديدة طب ولما الأم تروح تشتكي وتقول حصل كذا 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 يتقلها مفيش ده أيها بس الرحمة الرحمة بالست دي أعرف راجل اتجوز خادمة مراته والإسلام مفيش فيه طبقية الإسلام مفيش فيه عنصرية بس رمع فيه حاجة اسمها الرحمة بالناس فيه حاجة أنا 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 ما بقولش إن التعدد حرام إنما أنا بقول إن فيه طريقة في التعامل مع البشر مع المرأة المرأة مخلوق رقيق جدا إزاي نتعامل معاها المرأة أكثر رحمة من الرجل في أغلب الأرض المرأة كمان معلش أكثر تدينا وبصوا على نسب المرأة المرأة بطبيعتها محبة للرحمة ومحبة للإنسانية ومحبة للإيمان ما نكسرهش كده هتقول لي إنت إيه اللي إنت بتقوله ده يعني إيه يعمل اللي هو عايزه لا ما يعملش اللي هو عايزه واضرب لك مثل من النبي صلى الله عليه وسلم وقصة شهيرة وفي البخاري عيلة أبو جهل أبو جهل ده شديد العداوة للنبي حبه يعني يعمله موقف يكيد السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأموا ريحين لسيدنا عليه ابن أبي طالب زوج السيدة فاطمة وعرضوا عليه بنت من بنات أبو جهل يتجوزها وعرضوا عليه سيدنا عليه ابن أبي طالب قبل فيه قبول التعادل فالسيدة فاطمة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله حيتجوز علي بنت أبو جهل فطلع النبي على المنبر وقال أيها الناس إني لا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً أنا مش هغير في التشريع أنا لا أملك أغير في التشريع ولكن لا ينبغي أن تجتمع ابنة عدو الله وابنة رسول الله في بيت واحد فاهمين الفكرة؟ في حاجة اسمها التكافؤ في حاجة اسمها الرحمة في حاجة الفرق بين المباح والمتاح آه مباح تعدد الزوجات بس في حاجة اسمها أن المتاح لو عملت كده أنت بتشرح واحدة ست أنت بتقضي على واحدة ست أنت بتخلص على حياتها ليه؟ آه ممكن تعدد الزوجات بس الطريقة دي بالحالات القاسية دي وبعدين تقول والشرع معايا بس في مساحة كبيرة في الشرع اسمها الرحمة فهمتوا مثلا أنا عايزة أقولوا؟